السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم قناة أم ميولة سير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في النهاية يريد تشتركوا معايا أكتر واتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن دعاء لتيسير الزواج للبنت العزباء يسهل لها الأمور بإذن الله تعالى ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للبنت العزباء والتأخر في الزواج ده مش معناه أن هي غير مقبولة ولكن هي حكمة يجب على العبدة أن توقن بأن الله سبحانه عز وجل حكيم في فعله وفي أمره فلا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يؤمر بشيئا إلا لحكمة وعلى البنت العزباء أن هي تعرف أن ربنا ان شاء الله بإذن الله هيرزقها بالزوج الصالح بأمر الله تعالى بس عليها الصبر والمصابرة بأمر الله تعالى وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى هيرزقها ويديها ويرزقها الزوج الصالح بأمر الله تعالى وعليها أن هي بس عليها بالدعاء وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيصلى لها الأمور ولو كان عندها تعطيل في بعض الأمور لها هنا الأدعية اللي أنا بنزلها في الفيديوهات دي لو كان عندها تعطيل لبعض الأمور لها في الزواج أو اللي هي مخطوبة وعندها بردك تعطيل في الزواج أو اللي هي لسه محلفاش الحظ إن هي لسه بيقوم بالخطوبة أو بحب جديد لها بأمر الله تعالى ربنا إن شاء الله بإذن الله يرزقها بالزوج الصالح وإن لما تقرأ الأدعية دي بأمر الله تعالى ربنا هيستجب لها بأمر الله بس عليها بالدعاء الكثير لله سبحانه وتعالى واللجوء لله بأمر الله تعالى ولو كان عندها تعطيل في بعض الأمور إن شاء الله بإذن الله لما تقول الدعاء ده ربنا هيصلى لها الأمور بأمر الله تعالى نجيب وراء وقلم ونكتب بأمر الله الدعاء دوت بنقول وإن شاء الله بإذن الله نأمن على كل إحنا كل ما بنقول الدعاء نأمن ونقول آمين يا رب العالمين هنقول الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاك أحلل عقدتي وآمن روعتي يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجيب هب لي من لدنك زوجا صالحا واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين يا رب اللهم آمين يا رب العالمين أرزق بناتنا لأزواج الصالحة وارفع عنا يا رب البلاء يا رب وأصلح لهم من أحوالهم جميعا يا رب العالمين واجعل بينها وبين الزوجة الذي أنت تختاره يا رب العالمين يكون زوجا صالحا وبينها وبين المودة والرحمة والسكنة يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين بشكركم جدا على الحسن استماعكم ليا وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة